ليبيا رياضية اهلا وسهلا بكم على التصويب ولكن صافرة وقتها حلوة الكرة اللعبة المرور من فرص الشليك والتسديدة صعبة 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 وقتها لمصلحة فريق سويحلي سنشاهد التنفيذ مما ندكت الاحتياط لفريق الخمس في هذا اللقاء في انتظار التنفيذ بسام هي لعب الكرة من جديد باتجال غنيبي بالصدر ولا أروع هي الكرة باتجال بوستها يفتح اللعب عمر عربي عمر مر مشي عمر عربي هي الفرصة حكم اللقاء أعتقد خطأ خطأ من ضرب الجزاء ما دعا لنا حكم اللقاء بالدوري هنا اللي عادة كان في مكان مناسب جدا تحسب لسيد محمد المجبري أمام الكابيتانو محمد شنينة أو علي شنينة عفو إذن السافرة وخطأ من جديد فانتظار التنفيذ التسويب ولكن بعيدة إلا في كرتين كرة أولى لمصلحة تسويحلي عن طريق تزديدة عبدالله بن خليل وكرة ثانية لمصلحة فريق الخمس بتزديدة عن طريق محمد الغنيمي ترفع الكرة مرة ثانية بالرأس تعود من مصدق العمامي في منصف الميداء عن طريق عمر عربي عمر مشي عمر مر عمر عربي مع الحشاني تجد القلاب القلاب يراوغ يموه القلاب يصوب ولكن مرت غريبة جدا من القلاب شوف الكرة والتسويبة الكرة من جديد في الانطلاق والمحاولة عن طريق فايس سعد يلعب كرة طويلة بالرأس لمن تكون عبدالله بن خليل يأخذها مرة ثانية سي دي بي إبراهيم المونتر إبراهيم المونتر من جديد إلي في دور إبراهيم يمكن تعود إلى الجانبية سلامات تعود الكرة من جديد في رأس شليك الانطلاق وانتو بشكل مميز يمشي سريع يمشي الخطير يمشي شليك يمشي تمانية العرضية من يقابل هي الكرة التسديدة والتصويبة من سويبل بوش الإعادة والانطلاق يشوف في رس شليك لعبة العرضية باتجاه البوش يعني بالبونت سويبل بوش سد انطلاق عن طريق عمر يمشي لقليب 27 على جيال يومنا لقليب من جديد الانطلاق يزيد في السرعة لمن تكون لمن تقول لمصلحة فريق السويحلي عن طريق في رس شليك يلعب الكرة حشاني حشاني العرضية من يقابل بالرأس ولكن مرت مرت ما فيش متابع لمن ستكون الغلبة في هذا اللقاء الخمس أم السويحلي إذن في الانتدار هناك الركنية ترفع عن طريق عمر عليبي سوبروص ولكن التدخل في مرة أولى التانية سيدي بي من يقابل ولكن تقابل لسافرة محمد المجبري طارق الجمل والتدخل في اللحظة الأخيرة الحشاني بوبكر يمشي 27 في انتدار التنفيذ حشاني يلعب الكرة نابي كايتا يمشي لعجيل لعجيل إبراهيم ولكن تقطع الكرة ترتد وتعود من جديد لمصلحة الحشاني العرضية لكروس من يقابل طارق الجمل يقطع الكرة طارق الجمل ولكن تطول وتعود للركنية لمصلحة فريق فريق السويحلي السعود لفريق السويحلي 99.2000 كان من هذا الملعب والفوز على أملتر هنا بهدف مقابل لشي ترعب الكرة العرضية التزداد يا السلام يا السلام وعد صغير يفتطع التسجيل بيسارية والأروعة لمصلحة فريق السويحلي أولى الهداف معاذ السخير بأولى الهداف باليسارية تكون في شباك فريق الخمس هدف مقابل لا شي من الإعادة الإعادة والكرة التي رفعت من ناس كحول كما جاءت على الطير التي تحسب لمعاذ في هذا الهدف فريق الخمس أمامنا بالفعل أو للأوراق الخمسة وعشرين حمودة بخلوف موليد 1996 3 نقاط كما قلت مهمة لكل الفريقين تعود الكرة من جديد طريق سند دوفان يمشي السند مرة تانية التصويب ولكن بعيد الكرة الخمس لازالت عن طريق طارق جمال لفيدور طارق يلعب كرة طويلة على الجال يومنا باتجاه عمر العرابي ولكن تطول تطول وتعود إلى حضان علي شنين حرابش إلى اللافي من جديد يلعب الكرة باتجاه طارق جمال تستخلص الكرة تعود لمصلحة فريق السوح للتزديدة ولكن محمد اللافي متفطن أمامنا محمد المجبري يشير 4 دقائق كوقت بدل ضايع لمصلحة 4 دقائق كوقت بدل ضايع تعود الكرة من جديد يمشي محمد مخلوف على الجال يومنا مخلوف العرطية يطلع كرة التصويب حلوة الكرة صعبة من جديد ضاعت ضاعت فرصة التعديل صعبة الكرة التي كانت الانطلاق والتصرب الذي كان حلوة الكرة من محمد مخلوف والتصويب من عمر العرابي هنا الكرة هنا الانطلاق محمد مخلوف الانطلاق رفع رأسه بشكل مميز للـ 25 في عمر العرابي التصويب هنا لعادة هنا عمر العرابي التسديد التي كانت شنينة بيطرف الأسابع وايضا القائم عاونك يا شنينة على دي الكرة والتاني من عمر العرابي يمشي تبعيد الى ضربة مرمى لمصلحة فريق حلوة حلوة من جديد يلعب الكرة حلوة حلوة كرة من جديد لمصلحة محمد مخلوف محمد مخلوف يمشي حمود يسلم في منصف الميدان باتجاه طارق الجمل ممكن آخر الدقائق في هذا اللقاء لعب الكرة طويلة كانت تبشي للغنيمي لكن تعود الكرة من جديد وفي هذا لاوينة محبي متتابعي الدوري اللي بالممتاز حكم اللقاء سيد محمد المشبري يعلن عن انتهاء اللقاء ترجمة نانسي قنقر